تعديل كبير ربما هو التعديل الأكبر نتكلم لو في 30 سنة اللي فاته أو 35 سنة اللي فاته أكبر تعديل يتم في حركة محافظين في توقيت واحد دائما كنا نلاقي 5, 7, 8 11, 12 كده يعني دائما مرة دي 31 محافظ مرة واحدة دفعة واحدة فضل 6 فقط 6 محافظين فقط أولا كل السادة المحافظين اللي تركوا ما أماكنهم شكرا لكم شكرا لحضراتكم كل واحد فيكم قدم اللي في حدود ما هو متاح من الإمكانيات كل محافظة عايزة مليارات عشان تقدر توفي ومش هتكفي وبالتالي يعني الأمر الآخر إنه مرحلة تجديد دماء مهمة قوي تجدد دماء وزي ما شفنا سيد الرئيس يعني خلال شهرين اللي فاتوا من رمضان لحد دلوقتي تغييرات كبيرة بتحصل في البلد في حكومة ورئيس حكومة ووزارات واجهات سيادة يعني في تغييرات بتتم في البلد لأنه الفترة يعني محتاجة ده مش معناه أنه لا لا خالص يعني ده مش معناه إطلاقا ولكن عايزة أقول لحضر لكم البصمة في التغيير السادة المحافظين واضحة تاني بصمة واضحة في الاختيارات سواء قوات مسلحة شرطة قضاء المرأة موجودة بقوة الشباب موجودين بقوة هو ده دي فلسفة حركة المحافظين إنه مؤسسات البلد موجودة والشباب موجودين والمرأة موجودة الدولة يعني يعني أطياف الناس كله موجود في الحركة المحافظين سواء محافظين أو النواب لأول مرة بنقى هذا العدد لقى هذا العدد من النواب ومن البرنامج الخاص بتأهيل كوادر الشباب عشان يبقى الرئيس بيقول كلام بيينفزه مش بنقول كلام بنعملهش بنعمل قلنا الكوادر فترة قادمة هيبقوا في الوزراء حصل نواب في الوزراء وزرات ونواب من الشباب في المحافظين النهاردة لأول مرة بنلاقى هذا العدد سواء من فتيات أو شباب وده أمر كمان يحسب ليه الدولة يحسب لسيد الرئيس لأنه قرر أنه هذا الملف تحديدا بيتحمله الشباب دعم الشباب قوة الشباب الدولة دي بلد شابة مصر بلد شابة مش بلد عجوزة شابة وبالتالي أنه ياخدوا الأماكن بتاعتهم لما استحقوها خد المكان بتاعك الياليق فهذا الأمر أيضا يحسب بصراحة لسيد الرئيس لأنه زي ما بولوكم بصمة بصمة واضحة بصمة واضحة فيه الاختيارات مين خلفيات الناس اللي قائد شرطة عسكرية بيروح السويق مدير أمن قاهرة سابق يبقى محافظة قاهرة حافظة قاهرة يعني ده مش محتاج يعني المحافظ اللي هو خد عبد العالم مش محتاج يدونه مفات القاهرة عارف بلوه قاهرة ومشاكلها ومشاكلها فين ما قال الراجل ده كان مدير أمن وبالتالي كل حاجة عارفها فاختيار أيضا محترم جدا أنه أعرف كل حاجة في المكان فمجيب قاهرة محافظة كبيرة بيجيب لها أيضا شخصية كان خدمت فيها وخدم المسؤول الأول عن أمن فمش النهاردة هيروحوا يقدموا للواء خلد عبد العالم عندنا إيه لا ده أنا هقول لكم إيه المشاكل اللي عندكم فأقتحم هذه المشاكل مشاكل القمامة فين التوكتوك مشاكله إيه الحاجات المحليات مشاكل مشاكل